اشتركوا في القناة الاوسكار بالاضافة الى اكثر من 200 جائزة ثانية ضريفة وحيوية ودائما ما تسعد كل الاشخاص حولها بخفة دمها ولطافتها ابدعت في مجال الكوميديا اثرت في مجال الدراما واطربت في مجال الموسيقى وتألقت في عالم الابطال الخارقين ميزت بصوت حاد وعيون واسعة وصنفتها الكثير من المجلات ضمن اجمل مئة امرأة في هذا العالم ما لها في الهشك بيشك ولا تحب السوشال ميديا وتمارس التمثيل بكل حب وشغف فليس مجرد وظيفة فتعال اليوم عزيز الوجيه وعزيزة الوجيهة وخلونا نتكلم عن الجميلة والرائعة والمبدعة اما ستون اما ستون اما ستون او كما عرفناها اما ستون كانت تبغى يكون اسم شهرتها هو نفس اسمها الحقيقي ايميلي ولكن اتضح انه في واحدة في نقابة الممثلين اسمها ايميلي ستون فصار ايش ما يصل احتخذ الاسم فراحت واستخدمت اما ستون كاسم شهرة لها بالرغم من انها مرت حب اسمها الحقيقي وتفضل انه اقاربها واصدقاءها ينادوها فيه على كل حال ايميلي ولا ايمي ما رح تفرق هي ممثلة ومنتجة امريكية من اصول سويدية وايرلندية وسكتلندية وسويسرية وبريطانية والمانية ممكن فيه عروق ثانية صراحة بس هذا اللي حافظوا انا هاجرت اسرتها الى امريكا قبل ولادتها واخذوا الجنسية الامريكية ولدت سنة 1988 وبالتحديد يوم 8 نوفمبر اي ان عمرها الى تاريخ هذا الفيديو 33 سنة والدها جيفستون وهو مؤسس شركة مقاولات ورئيسها التنفيذي برضو وامها كريستا وكانت تشتغل كربة منزلة يعني تنتبه للبيت وتزبط المظابيط ومن ذا الكلام وعندها اخ اصغر منها بسنتين اسمه سبينسر يب عندها اخ ايش ما كنت متوقع ليه ما هي انسان يعني اقول ليه ربت وكبرت في ظل امها وابوها وامورها كانت في السليم بل انه حتى حالة امها وابوها المادية كانت من افضل ما يكون وقدروا انهم يوفروا لها هي واخوها حياة اكثر من كريمة ولكن لازم فيه ولكن لازم فيه ولكن عند كل ممثل لازم فيه ولكن مستحيل تلاقي احد بيرفكت لازم فيه ولكن لما وصل عمرها عشرين سنة امها وابوها انفصلوا يمكن لاحظت ان ام ستون عندها صوت مبحوح شوية الى حد ما والسبب هذا مش وراثة ولا هو كذا من الله لا لما كانت صغيرة كانت كثيرة البكاء والصراخ للأسف ما هو عبط ولا استهبال ولا جنان بل بسبب انها كانت تعاني من مغص بشكل مستمر لما كانت طفلة وهذا الشي كان يخليها تبكي بشكل مستمر ودائم وبسبب هالشي ظهرت لها عقد بسيطة في حبالها الصوتية اعطتها هذه البحة المميزة وعلى الرغم من هذا كله الا ان ام ستون عندها صوت جدا جميل ام ستون يا جماعة كانت تعاني من حالات هلع واضطراب بشكل مستمر لما كانت صغيرة مرة كانت جاسة في بيت صديقتها وهي طفلة تقول جالسين مستانسين ناكل ونشرب ونلعب فجأة البنت قالت اححى البيت قاعدين حرق صديقتها قالت يا اما البيت مش قاعدين حرق ما في شي قالت لا البيت قاعدين حرق انا حاسة ان البيت قاعدين حرق يا بنت الحلال اهدي والله البيت ما فيه للعافية ايش اللي قاعدين حرق لا لا البيت قاعدين حرق الو يا ماما تعالي خذيني البيت قاعدين حرق امها جات مسرعة ايش فيه ايش فيه ما في حريق ما فيه البيت قاعدين حرق اوكي قاعدين حرق يلا مش البيت فكانت تمربح حالات هلع واضطراب مفاجئة زي كذا حتى ان امها تقول يعني اكثر من مرة لما نكون جالسين في البيت تيجيني إما كذا تقول لي يا ماما الأمور طيبة كل شي تمام ما في أحد بيموتها اليوم تقولها يا بنتي الأمور طيبة كل شي تمام ما أحد بيموت إن شاء الله ترجع لي بعد ثلاثين ثانية تسأل نفس السؤال يا ماما ما في أحد بيموتها اليوم كان عندها حالات هلع والطراب مفاجئة زي كذا تيجي فجأة على كل حال على إثر هذه المشاكل خضعت للعلاج النفسي أكثر من مرة ولكن على كلام إما ستون إنه اللي عالجها من حالات الهلع والاضطراب هذا ما هو العلاج النفسي بل كان المسرح والتمثيل ياب عزيزي الوجيه إما ستون وقعت في حب المسرح والتمثيل من يوم كان عمرها أربع سنوات فقط على إنها جربت الرسم وأبدعت فيه وجربت الغناء وأبدعت فيه وجلست تتعلم الغناء لمدة سنتين كاملة وجربت كمان رياضة الجنباز ومارستها لفترة طويلة إلينا انكسرت يدها وبطلت ولكن أكثر شي جذبها هو عالم المسرح والتمثيل وهو اللي خرجها من حالات الهلع والاضطراب المفاجئ اللي كانت تعاني منها وبالفعل من يوم صار عمرها تقريبا 11 سنة وإلى عمر 15 سنة شاركت فيه مسرحيات كثيرة ومثلت فيه أكثر من مسرحية لما صار عمرها 15 سنة قالت يا ماما يا بابا كت ما فيه أنا ما راح أكمل دراستي أقول لك إيش فيه يا بنت إيش فيه من مصيبة معاكي قالت لهم أنا رايح الهوليوود أنا بروح هوليوود أنا مكاني مش هنا يا بنت الحلال عادي كلها صغيرة أصبر يكمل دراستي وبعدين روحي إن شاء الله وين ما تبقى تروحي روح المريخ بكيفي قالت لأ أنا بغى أصير ممثلة وما أشوف نفسي إلا أني أكون ممثلة أنا كده شايف نفسي ممثلة أنا راح أصير ممثلة كل المقومات عندي غناء وأعرف أغني تمثيل وأعرف أمثل وجهه اسملة علي أجنن ما فيه إلا العافية ثقة مليون هي قناعتهم بس ما قناعتهم معارفين كان يحتاج لهم شوية إقناع زيادة ويقولوا لها أوكي روحي هوليوود فراحت وش سوت إما ستون راحت وسوت عرض تقديمي بريزنتيشن بالبوربوينت حرفيا بالبوربوينت سوت عرض تقديمي وسمت عنوان العرض هذاك مشروع هوليوود أو هوليوود بروجيت وحطت في هذا العرض التقديمي نقاط ليش لازم إما ستون تروح هوليوود الحلو في الموضوع إن شغلتهم البرزنتيشن هذا على التلفزيون وقدمتوا لهم واقتنعوا ووافقوا أمها وابوها اتفقوا وقالوا لا خلاص راح نرسدك هوليوود بس مش لحالها طبعا مين بيرسل بنت عمرها 15 سنة حالها إلى هوليوود تصاحي فيب راحت معاها أمها إلى هوليوود عاشت معاها وساعدتها في البحث عن تجارب أداء وظبطتها وأسستها ووقفتها على رجولها في هوليوود ظلت إما ستون في البداية ثمانية شهور ثمانية شهور في هوليوود أول ما وصلت هي أمها ساكنين في البيت وتدرس من البيت كمان وتشتغل برضو يعني علشان ما تنمي فيها البطالة أمها سمحت لها أنها تشتغل في أكثر من وظيفة بل إنها اشتغلت في محل رعاية الكلاب وصاحب المحل يقول إنه البنت ذي كانت مرة سيئة مع الكلاب الكلاب كان يخافوا منه وظيفتها إنها ترعى الكلاب كانت تخوفهم كلاب كلاب وش أتوقع من الكلاب ما يعرفون مين هذه ما كانوا عارفين سامعيهم يا إما سامعيهم المهم إنه بعد ثمانة شهور من وصولها إلى هوليوود وأخيرا قدرت إنها تحصل على أول دور لها كان دور مسرحي وليس تلفزيوني ولا سينمائي ولا شيء كان دور مسرحي ومن هناك انطلقت وبدأت تصير معروفة في عالم المسرح وبدأت تكثر عليها الطلبات في مجال المسرح وشاركت في حوالي 16 مسرحية من بعد هذه المسرحية وحبة حبة قدرت مع الوقت إنها تلقى لنفسها فرصة في عالم التلفزيون شاركت في بعض الحلقات البسيطة من مسلسلات بسيطة ولما صار عمرها 18 سنة قدرت إنها تحصل على أول دور سينمائي لها وكان في فيلم كوميديا المراهقين سوبر باد سنة 2007 الصدمة مش هنا على إنه دورها كان بسيط في هذاك الفيلم وظهور جدا بسيط إلا إنه الكل صار مين هذه؟ مين البنت الحلوة والمبدعة اللي ظهرت في فيلم سوبر باد هذه جيبوا لنا رقمها جيبوا لنا مدير عمالة نيبر نتواصل معها البنت هذه فنانة واضح إنها بتصير شيء كبير ومن بعد فيلم سوبر باد لا يوقف عرض وراء عرض جيهة من فيلم ذا روكر الموسيقي إلى فيلم زومبي لاند ومنها إلى فيلم إيزي اي وتقفز بعدها الفيلم كريزي ستوبيد لوف وشوية للبنت في فيلم ذا هيلب أححى وراء البنت دعست يا ولد إيش هذا إيش السرعة البنت جالسة تحقق أرقام قياسية بسرعة البنت انطلقت شوية للبنت في فيلم ذا أميزنج سبيدر مان الأول والثاني شوية للبنت تشارك في فيلم بيردمان وتترشح للأوسكار كمان عن دورها بس ما فازت فيها شوية للبنت مشاركة في فيلم لالالاند الموسيقي وتحصل على جائزة الأوسكار عن دورها فيه أبا أحيوش البنت اللي حققت كل هذا بس في أقل من عشر سنوات يا ساتر وصدقت نبوة أحدهم حين قال أن هذه البنت يوما ما رح تصير شيء مرة كبير إما يا جماعا عرضت عليها أدوار مرة كثيرة ولكن بعضها رفضتها لأنها هي ما تبغاها والبعض الآخر يمكن ما حصل لها نصيب فيها يعني رشحوها جربوها وبعدين قالوا لها لا باي باي كان مفروض أنها تكون بطلة فيلم فوكس بجوار ويل سميث بس المفروض ما يكون ويل سميث كان مفروض يكون رايان قوسلينج كانوا عندهم خطة أنه البطلة إما ستون والبطل رايان قوسلينج بعدين صارت الأخبطة كذا وما زبطت معهم قالوا لا خلاص جيب ويل سميث وجيب ماركو روبي كان مفروض تكون حبيبة البطل في فيلم بيبي درايفر ولكنها رفضت الدور كان مفروض تكون بطلة فيلم سندريلا الحي لديزني ولكنها برضو رفضت الدور كان مفروض تشارك في فيلم سوكر بنش للمخرج زاك سنايدر ولكن برضو رفضت الدور كان مفروض أنها تشارك في مسلسل هيروز ولكن راح الدور للممثلة هايدن بانتر اللي بقول لك عزيز الوجيه أنه البنت هذه كان عليها طلب بس إنه إيش؟ البنت انتقائية إلى حد ما حتى هي صرحت وقالت زمان أنه هي ومرت حب الأفلام اللي شخصيتها ما تكون فيها مرة جادة لو فيها جزء كوميدي بسيط في شخصيتها يكون أفضل ديمستون صديقة مقربة من المغنية تايلر سويفت ومن الممثل جونا هيل والممثلة وليفيا وايلد وبعد مشاركتها في فيلم The Amazing Spider-Man دخلت في علاقة مع الممثل أندرو غارفيلد وظلوا مع بعض لمدة خمسة نوات تقريبا وانتهى بهم الحال منفصيلين ولكن حاليا هي متزوجة من المخرج والكاتب ديف مكاري وعندهم طفلة اسمها لويز عمرها تقريبا إلى تاريخ هذا الفيديو خمسة أشهر إما يا جماعة ما لها تواجد كبير في السوشيل ميديا والسبب أنه في سنة من السنوات أو بالتحديد سنة 2012 كان عندها حساب في تويتر كانت تغرد ومبسوطة وتثولف وتضحك وترد على ذا وترته وتل ذا وتضغط على كل ذا يوم من الأيام حسابها تهكر في تويتر حاولت ترجع الحساب منه منه ولكن للأسف لم تزبط معها وبرضو اللي عزز هذا الشيء إنه إما أصلا ما تحب تشارك لحظاتها الخاصة ويومياتها مع الجمهور فإيش زي ما يقول لك جاء السبب كده من الله ولكنها صرحت وقالت إنه عندها حساب وهمي في تويتر ما أحد يعرف وتقول حساب مرة خاص مستحيل أحد يصيده مستحيل أحد يشك فيه يعني لو يوم من الأيام شفت واحدة تشتمك كده لأنك سبيت واحد من أفلام إما ستون ترى ممكن تكون هي بس إذا كتبتها بالإنجليزي يعني طبعا إيش بك إما ستون تقدر ثروتها حاليا بحوالي 45 مليون دولار أمريكي ولعل أهم أفلامها القادمة هو الجزء الثاني من فيلم كوريلا يب عزيزي الوجيه بعد النجاح الكبير اللي حقق الجزء الأول ديزني قررت إنها تصنع جزء ثاني من هذا الفيلم ولكن إلى الآن ما تم تحديد متى وإيش راح تكون تفاصيله وبس عزيزي الوجيه وعزيزتي الوجيهة إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو شاركوني أفلامكم ومفضل الإيمستون في التعليقات والأهم من هذا كله إذا عجبكم الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب لأنه مرة مهم وبيساعدني كثير وبالمرة لا تنسى تشيك على قناة الثانية الخاصة بالألعاب والميمز راح تلاقي رابطها في صندوق الوصف كم معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم